أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة مع أسرار الحياة هنتعلم ونستفيد من خبرة وسر من أسرار الدي في اللي معينا والنهاردة الحلقة بتاعتنا بتدور عن الشغل الأونلاين في زل أزمة كورونا بس صبعا قبل ما أخش في الموضوع أصبح على زملتي وصحبتي أستاذ آية صباحا الخير يا أستاذ آية صباح النور يا هندو صباح النور على أستاذ مشاهدين وكل سنة أونت طيبين بالنسبة شهر رجب شهر جابر الخواطر يعني لقب جميل جدا لشهر رجب بروا بخاطر بعض واستحملوا بعض عشان بجد الحياة مش مستهلة خلنا ندخل في موضوع حلقتنا عشان الدنيا يعني الوقت يدايق بالنسبة لنا عرفين حلقتنا هين حلقتنا النهاردة بتدور عن الشغل الأونلاين في زل أزمة كورونا زي ما إحنا عارفين إن إحنا بمر بظروف في البلد بسبب كورونا فطبعا إحنا بنحتاج شوية مستلزمات في البيت بتاعنا فبنضطر إحنا بننزل بنبقى خايفين إن إحنا ننزل في زور الظروف ديات فبنشتري المستلزماتنا عن طريق السوشيال ميديا طبعا أنا مش أخش في الموضوع كتير أنا هسيب طبعا الموضوع تتكلم عنه بطريقة أفضل صاحبة بيج نهناشا معنا ومعاكم قائدة من كواد الشغل الأونلاين أستاذة رانية عزمي أهلا وصلا بحضرتك أستاذة رانية أهلا بيك يا هند وأهلا بيك يا آية وصباح الخير على كل السادة المشاهدين واتشرفت بيكوا النهاردة وجروب العمل الحلو اللي إحنا قديم مع النهاردة أحنا شرف لنا وجود حضرتك النهاردة عزمي بس هايك تعرفي نفسي للسادة المشاهدين وتعرفي شكل حضرتك أكثر أنا رانية عزمي أم وزوجة وربت منزل حاليا طبعا اشتغلت فترة عمل ثابت لكن طبعا قعدت في البيت عشان الأولاد فكرت إن أنا أعمل جروب أونلاين يخدم ستات البيوت ويخدم الناس اللي قاعدة في البيت أكيد وتواكب ده مع ظروف البلد اللي مرت السنة اللي فاتت في كورونا طبعا اخترت نغنشة عشان اسم جميل ووطيف ونسائي لأنه إحنا عندنا بلان إن إحنا إن شاء الله رب العالمين حنتوسع في نغنشة ما تبقاش بس ملابس بيت هتبقى ملابس خروج هتبقى أكسسوريز هتبقى شنط وأحزينة يعني إن نغنشة لحد الآن مش كاملة نغنشة لحد دلوقتي إحنا بدقين بس ملابس بيت وسبورتي عشان طبعا البنوتات والستات والناس اللي عايزين نحميها من إنها تنزل الأسواق والتجمعات والحاجات اللي زي كده أستاذة رونية بدأت إمتى الشغل الأولاين؟ والله يا هند أنا بدأت يعني قبل شوية كرونا بس طبعا مع كرونا الموضوع بقى أهم وأكبر والشريحة اللي بقى تتعامل معنا ده خلينا شريح جديدة طبعا من المجتمع الناس كانت بتنزل أورادي الأسواق وبتلفف المولات بس ما بقوش قادرين ينزلوا مع أزمة كرونا تمام أستاذة رونية الشغل اللي حدرتك بتارديه هو هو اللي أنا بطلبه؟ يعني أنا طلبت المنتج مش صلي هو هو؟ بص يا آيا إحنا في نغنشة إحنا بلاقي كتير جدا يعني مشاكل عندنا فلسفة الحب في التعامل تمام بمعنى إنه نغنشة في كل التخصصات يعني إحنا عندنا دعاية وتسويق وتوصيل تمام إحنا اللي بنوصل مش بنستعين بشركات توصيل الحب اللي بيربط بنا كلنا خلينا نبقى حارسين على اختيار الخمات اختيار الموديلات اختيار الأتلان اللي تناسب حياتنا بيوتنا وأهلينا واستعمالاتنا الصور اللي بنختارها بنحاول تبقى الخمات موافقة للصورة الفينيش مناسب للاستعمال عشان ما يبقى شي حاجات أكيد أهم حاجة برضو يعني مناسب كل البشرات وتناسب الحر وتناسب البرد بنطلع منتج الحمد لله بفضل الله يعني وهتشوفه ده في الريفيوهات اللي على تبيتش لسه هتكلم عليها على الريفيوهات دي الريفيوهات صراع على الريفيوهات كتير قوي سازقية ما تخيلتش الكمية الريفيوهات والشكر في الحاجة طبعا الريفيوهات دي بتبقى جاية فعلا لها مصداقية اللي بياخد الحاجة بيكتب ريفيوه على الريفيوه السكة ما بين العميل ما بين العميل آه فبسر الله ما شاء الله نرجع لحاجة بقى أنا كنت نيوسة أعرفها حدك لما بدأت لما بعتلي اللوجو فاللوجو شكله غريب وطبعا الاسم مناسب كبيتش حريمي ملابس وهدومه كده فالبيتش ده اللوجو جزاي أو كلمين عنه مين يعني اللي اختار اللوجو أو اختار الاسم بالزبط؟ والله الاسم اللي اختاروه لدي حل وانا من هنا طبعا بشكرهم لأن هم يعني حفزوني ودعموني وجنبي اللوجو بيرمز لإيه يعني؟ بصي حضرتك لو بستي لللوجو من ناحية فوق هتلاقي حرف نون عادي جدا جدا وفي نقطة لو بستي له من تحت شوية ممكن تتخيلي فراشة وده رمز الجمال لو بستي له من وجهة تانية هتلاقي بيرمز لشكل الكول الكلاسيكي بتاع ملابس الحريمي بتاعة العصور القديمة فاحنا جمعنا المعاني دي كلها في اللوجو واخترنا اللون الفوشية لأنه لون محبب جدا للبنات والسيدات البنك بيبقى جميل احنا بنهتم بكل تفاصيل نغنشة عشان ما تبقاش مجرد ان انت بتشتري قطعة ملابس وبس لأ بتشتري قطعة ملابس وانت سعيدة وانت مبسوطة وانت حاسة ان انت انجزتي عملتي حاجة حلوة اشتريتي سلعة مميزة بالنسبة لك وقطعة فنية في بيتك في دولابك حضرتك ابتديتي من كام سنة؟ والله انا مش بقى لي كتير يعني انا ما تعبديناش لسنتين تلاتة بس زي ما قلتلك يا ايا ان احنا في كورونا بدأنا نلمع شوية طبعا هي قولنا كل حاجة بيتقول لي طب حالك لو طلبت الوردريو سلي في خلال قدية سواء في القاهرة او برر قاهرة في القاهرة من ثلاث لخمسة ايام بزيد شوية المحافظات لحد اسبوع لان زي ما قلتلك احنا اللي بنوصل ايتيم بتاعنا اللي بيوصل ما بستعينش بشركة شحن عشان اضمنا سلوكيات المنوب اللي بنوصل هما في البجيت اللي جات معنا كانت بتعامل مع شركات شحن فهم دلوقتي هم اصلا بيوصلوا الوردر ده دي حاجة قويسة بست يا هند انا يعني قبل نغنشة انا كنت عميل اونلاين بشتري تقريبا معظم احتياجات بيتي اونلاين تمام فتعرضت كتير لمشاكل متعلقة بالمندوبين توصيل والتوصيل فرعيد ده وانا بعمل نغنشة انه احنا نوصل بنفسنا يبقى عندنا تيم هو اللي بيوصل عشان ابقى متحكمة في سلوكياته تمام وفي تواصله مع العميلات بتوعي ومراعطا لخصوصية البيوت تم حضرتك برجالي ولا نسائي والله احنا كوكتيل رجالي وحريمي اصلي فيه ناس يعني مش هقول رخمة لا بتختار الحريمي اكتر الحريم اكتر تقولك لا انا عوزة الست هير تيجي توصل للوردر بتاعي لا هي ممكن الحريمي تتواصل معها تليفونيا لكن طبعا لو هي مثلا في اخر القاهرة او هي في مناطق محتاجة الوردر بتاعها مثلا حيروح لها بالليف وقت متاخر طبعا اكيد استاذة رونية التجربة بتاعت الانلاين مفيدة فادتك؟ والله فادتني من ناحية انه طبعا دايرة العلاقات الاجتماعية التسعت قوي مفضل الله الحمد لله بقى فيه ثقة بيني وبين العمل بتوعي شفت وجه جديد من اوجه الحياة في التعامل مع الاقمشة والملابس احنا طبعا بنختار في نغنشك اقمشة طبيعية 100% قطني بيور عندنا قطني سوري عندنا انتر لوك قطني مصر حضرتك اللي بتعملي الحاجة دي بنفسها يعني الشغل كله بتعملي بصي بصي احنا بنختار الدزاين عالميا وبعدين بختار الماتيريالز اللي تصلح للدزاين دا وبعدين بعد كده بكلف مصانع هي اللي بتعمل للدزاين بتاعي وطبعا نغنشك علامة تجارية مسجلة لسه هقولنا مش بيتش كده اونلاين وخلاص لأ ده متسجل وعلامة تجارية يعني احنا علامة تجارية وإحنا اللي بنعمل وبنصمم المنتج من اول الدزاين لحد القمش لحد التنفيذ تمام عشان براعي كمان في الفينيش بتاع هدوم البيت ما تبقاش فيه تنايات تخينة مثلا تعمل حساسية أو تدايق في استعمال البيت يعني بنراعي انه تبقى الفينيش فوق المنتز جميل حلو جدا في حاجة برضو عايزين نسألان هي عوامل النجاح في الونلاين يعني برضو مش اي حد يخش في الدايرة ديت مش اي حد ان هو يشتغل يلا صعبة اساسا جدا صعب واكيد في اي موقف حصل لك اللي هو اي اطلب الوردر وفي الاكرة اقولك لا مش عاوزه مع rc استاذ آية بس اقطع حضراتكم معانا مكلمة اكيد طوال استاذ سالوى أو اي انا سالوى اهلا وسهلا discussion اهلا وسهلا ازاي حضرتك يا فاندم الحمدلله يا حبيبيتك عملة ايه الحمدلله بخير الحمدلله معاكي استاذة رانيا او اهلا وسهلا استاذ سالوى المينيا اهلا بيك اهلا يا حبيبيت يزاativity عملة ايه اخبارك ايه يا استاذ سلوة من العاملات المتميزات عندنا وبنودي لها الشغل لحد المنية نحن عايزين نيعرف بعد الوقت منها منها هي أكيد ايه رأي حضرتك في شغلة سامرانية شغله والله يفوق الممتاز ربنا يخليك ربنا يبارك فيك يا حبيبتي والله هذا العلم سحالة للعباء اللي أخذتها منها يا حبيبتي ده شرف لنا وأنوان تحفة وخامة قصيرة تتهني بيها يا حبيبتي وحسن بتصور كمان بكتير تتهني بيها إن شاء الله وخويت احنا خدنا حوالي 6 أو 7 عباد حاجات سوعة اللهم ما دارك اللهم ما بقى الضرائب هنا على إيه الحمد لله حتى المندوب اللي بيجيب لنا الحاجة ممتاز وتعامله كل ممتاز طبعا طبعا المندوب بيبقى في وش البيج اللي جاي لحاجاتك طبعا أشكرك يا حبيبتي ويبارك يا حبيبتي شكرا لك أرجع تاني لسؤالي اللي هو عملاء الرخمين اللي هو بيطلب الأردر وفي آخر يقولك مش عاوزه بصي طالما اشتغل نحن نشغل في سوق إحنا آه أونلاين بس بنتعامل في السوق مع بشاة بكيت بتحصل مواقف كتير لازم بيبقى فيه مواقف طبعا صخيفة وفيه عملاء برضو ما بيبقاش مدركيا إن إحنا بنتعب وبنكتهد وبنحاول نرضيهم خليت نحل طبعا لا ناس كتير أحيانا بتدخل تفضل تسأل 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 على كل تقريبا المنتجات الموجودة وكل المقسات المتاحة وكل الألوان اللي هم عايزينها وبعدين في الآخر إحنا شكرا إحنا مش عايزين حاجة بيجيبوا الصبر دمي آه يعني إلي إنت عندك صبر تردي وتوصصي حكتك زي ما بيقوله كده يعني دعي الصبر في عميل تاني مثلا بيتواصل وبيسأل بمنتهى الأدب وزوء بنرد عليه اللي هي الجدية بقى وبعدين فعليا بيطلب أوردر وبنبدأ نحضر هولو وبعد ما بنحضر بنتواصل بقى عشان حنبعث المندوب لأ ده أنا مش هستلم الأوردر أنا مش عايزة طب أكيد فيه مصارف شحن بتعملي إيه فيه مصاريف الشحن بالنسبة للعميل بيدفع إيه بيدفع طبعا حاجات يعني أقل من مسيلاتها في السوق لأن طبعا الشركة اللي بتنزل مندوبين شحن أكيد بيبقى مصاريفها أكثر تختلف أكيد يعني كل اللي تتم عندك أكيد بالضبط كمان مع الكورونا بنحاول إن احنا نعقم الأوردر والأوردر اللي فوق مبلغ معين بنحاول نحط فيه مثلا هدية صغيرة وخاصة بيفرحوا جدا بالهدية أكتر من الأوردر من الأوردر حاجة لو أي حاجة بسيطة لهم فرحة أنا أخبرنا أكتر من الأوردر بسيطة من الأوردر تسأل على الهدية منين وإزاي وبكام وكده وهي عايزة من نفس النوعيات دي طب كويس يعني أكثر من الأوردر دي أنا بعتها لك منين بقى دي أنا بعتها لك كده لأ ممكن تكون عايزة تاني عايزة هداية تاني ما ده هنعملوا في التواسطة وبقى حاجات اللي هم أقبلوا عليها دي هنزلها لهم في البجات اللي جاء إن شاء الله طب أنا عايزة برضا أسأل حضرتك الفترة الجاية طبعاً احنا دخلين على عيد الحب وكده وأكيد طبعاً هتنزل منتجات كويسة للجوبة وحضرتك ايه الفترة الجاية تعمل إن شاء الله الفترة اللي جاية طبعاً فترة تغيير فصول شهر فبراير وبداية شهر مارس حاولنا إن احنا نختار خمات تناسب الفترة دي وموديلات تلت قطع مش قطعتين على اعتبار إنه لما الجو بيبقى حار بتلبسي قطع لو الجو برد شوية بتبقي حلوة كده طبعاً الفترات دي الناس بتبقى ميالة أكتر للألوان بتاعة الربيع بقى الفوشية والأحمر والبينك والحاجات دي بالنسبة للبناتي طبعاً إحنا بننزل برضو رجالي وأطفال يعني إحنا ونكتلس هسأل حرارك وكله يعني إحنا سعفيني سوافع رجالي لا إحنا بنحاول نستهدف كل أفراد الأسرة يعني الزوج لو حب إنه هو يجيب للزوجة وللأولاد خير وبركة الزوجة هي اللي هتجيب للزوج وللأولاد ده ده الطبيعي حيلقوا ده ده الطبيعي الزوجة هتجيب لي الأولاد والزوجة لا والله عندي أعمالة رجال ما شاء الله معنا مدخلة معاليشي ألو أيوة أستاذ أسماء أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك نورتينا نورتي حالو أي أفهمتم بقولوا حالك نورتينا أهلاً شكراً آآ معاك أستاذ أرونية صاحبة بيتي نغناشة كلمينا بقى عن منتجاتها وإيه بقى حصل ما بينكم وبقى وخالك تتسلي بينا النهاردة آآ أهلاً أهلاً معلش يعني أنا منات فاجأة بس كنت لسه بأشتري حاجاتهم برعة لا ولهم آآ بصي أنا يعني تقريباً عرفت نغناشة كده من كام شهر آآ حاضرتك منطقة إيه بس عشان أفتكرك منطقة إيه أنا في منطقة الجيزة الجيزة هرم آآ أهلاً بيكي أهلاً بيكي بس جربت عادي يعني لأن أنا أصلاً يعني بقى لي فترة طويلة معتمدة على الأونلاين أكيد كلنا بصراحة يعني كليات تجرب سيئية كتير جداً آآ بس يعني طب لما جربت بقى لما جربت نغناشة الدنيا عملت معاك إيه بصي أنا تعودت في الأول في الأونلاين إن أنا ما جيبش حاجات كتير خلصي دي بقى سياسي آآ آآ يعني لأ الحمد لله من بعد ما اتعملت مع الأستاذة هرانيا ومع البيتش ومع الجروب لأ أنا يعني الحمد لله دلوقتي بجيب وأنا متطمنة الحمد لله الحمد لله أنا جبت من عندهم حاجات طيفي وحاجات شتوي وحاجات للولاد وحاجات هم بصراحة ماشاء الله ماشاء الله لقواتي إلا بالله مبروكين عليك يا حبيبتي ربنا يبارك لك شكرا شكرا مرتقي قوي شكرا يا أستاذة مستكرة لا يخليك الناس بتدخل تشكر في الحاجة والله ده فعلا من الثقة اللي ما بينك وما بينهم ما فيش حد أصلا مورغا من هو ارفع سمعت التليفون وقول كلمة حق إلا في جد تكون كلمة حق إنه هو النهاردة بيتكلموا فعلا عن حاجة اللي خدوها يعني فعلا فيها أستاذ قاية بتجد كتيرة بتعرض الصور على السوشيال ميديا بس ما سمعت ما بيطلع لها الأردل لها حماية ولا شكل ولا فيش بس ألت برضو في الحد دي نفس التصوير بيبعتلي؟ يعني نفس الحاجة اللي حالك مصورها هي هي اللي بتبعتلي طبعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى إنه هو يوفقك إن أنت توصلي للناس بشكل مردي دي منحة من عندي ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين عليها إنه الناس تبقى راضية عن الخامة والفينش وفي نفس الوقت السعر مناسب دي حاجة راجع لهم هم بقى مش بتاعتنا إحنا بنكتهل وربنا الحر و تعالى بيوفق يعني معنا برضو اتصال كلهم عايزين يكلموا حالك النهاردة ألو؟ أي يا فانديم سلام عليكم أستاذ أولاي أهلاً وصالهم بحضرتك يا أستاذ أولاي أهلاً أهلاً يا فانديم أنا بحضرتك شرفتين يا فانديم في أسر الحياة والله أنا أكثر والله يا فانديم أنا متعلم تكلمين عن تجربتك بمعنى الناشة أهلاً أهلاً إنا نرشه والله إتعاملنا معها يعني كان تعاملنا كذا مرة مع غلاج شركات بس ما شاء الله إستحنا معها جداً وخامات ممتازة وأحسن الصور كانت كتير كنت أشوفة على الإعلانات وعلانات كمان أنا وغضة ما شاء الله لها والأولاد والزوجي والأخواتي كل بيشوف والله يعني الخامات والموديلات لازم يتعمل معاهم كمان الأصعار والفون ممتاز والله أصعار ممتازة جداً حضرتك منطقة ايه يا أستاذة ولا حلوان شرفت بيك يا حبيبتي ربنا يبرك في عمرك يا رب تتهلنوا بيهم يا حبيبتي ان شاء الله والله احنا شرفنا والله بتعمل معهم والله ان شاء الله ربنا يكرموا من جديدهم كل خير وإياكم يا حبيبتي وإياكم ان شاء الله نشكرين جدا يا أستاذة نرجع تاني وسؤالنا احنا كشاب مصري بنحب نمسك الماتيريل نشوفها ازاي بقى بتقدري تكنعهم انا بمسكها قبليهم لا الفكرة ان انا طلبت اردل فلازم ايه اعين اوه ده نضيف ده خمته تمام اوه بصي زي ما قلتلك يا ايا يعني انا في اختياري للماتيريلز انا نفسي باختار الحاجة اللي احب ان انا استعملها والبسها زي ما بلبس احب ان الناس تلبس الاقطان تبقى نعمة حتى الميلتون بيبقى دي وابرة داخلية كده اه القطيفة الحاجات اللي هي بتاعت الشتاء في حاجات في السوق بتشوك فعليا انا لما بمسكها بحس انه ما المسها بيشوك فانا رأيت الحتة دي انه الماتيريلز تبقى نعمة مش تقيلة انها تحرر قوي او تعرق يعني بالمعنى ده لكن تناسب الحركة وتناسب الاستعمال وتناسب الوفا في المطبخ وتناسب مراعطنا للاولاد في البيت تناسب جمال الاستخدامات بمعنى الصحة بالزبط بالزبط طب حضرك بتردي على رسائل بنتك؟ لا معايا طبعا تيم لانه احنا 24 ساعة بنرد على رسائل فاحنا مقسمين نفسنا شفتات احنا مقسمين شفتات انا مثلا ممكن ارد بالنهار في حد تاني يرد في وسط النهار في حد بقى من اللي هما السهيرة بقى دول لقى دول بيردوا بالليل على الرسائل لكن في النهاية طبعا كل المسجس بتصب في مكان واحد عشان ننفذ أوردر او نطلعه من عندنا اكيد اجل حضرتك بقى انت في الاوف الاخر ام وربت ممزل ودلوقتي صاحبك بج عايزة بقى حضرتك بتوفقي ازاي بس طبعا كل اللي حضرتك بتقولي عليه طبعا لازم يصب عندك يعني انت انت صاحبت البج انت صاحبت الكيان تمام بمعنى الصحة لو حد وقعه عاوز يسأل سؤال فبالتاني بيروح لحضرتك كل شوية اسئلة مكالمات ازاي تقدرت توقفك ما بين بيتك ما بين شغلك كاوز شغلان حضرتك بتعمليها كربت بيت وام وبترع هنا وبترع هنا عايزين حضرتك بتعملي ايه دايما بلان النجاح حاجتين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى اولنا ثانيا التنظيم تنظيم الوقت وتنظيم الجهد تنظمي احتياجات شغلك وتنظمي احتياجات بيتك وتنظمي وقت لأولادك دي بتخليك انت شخصيا مرتاحة بتتصرفي بارتياح والدنيا مش مكركبة عليك ان انت في وقت بتاع حد بتديل حد تاني والكل بياخد حقه الحمد لله الحمد لله بنحاول نضبط الدنيا لانه ونقدر ونزايا على ربنا هو تسهيل من عند ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حضرتك فرع يعني الشركة بتاعت حضرتك لها فرع ولا في زهراء المعادي لها فرع تاني يعني غير زهراء المعادي ما انتفكرش تعملي فرع الدنيا هنا في الكار والله بنحاول يعني ان شاء الله رب العالمين إحنا عيد ميلاد نغنشة 5-4 إن شاء الله انتم معزومين طب يلا بعد تنورونا طبعا وإن شاء الله في 5-4 في حاجة جديدة كده فيه مفاجأة إن شاء الله وأول حد حيعرفها انتم إن شاء الله أكيد عشان يعني لنا عندنا هنا في أسرار الحياة إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين ولكل عملاءی وكل الناس اللي حبت نغنشة ونغنشة كبرة بيكو إن شاء الله رب العالمين يكون في حاجة تساعدكو أكتر وأكتر إن شاء الله الاسم نفسه جميل جدا بجد اسمها نغنشة إحنا بنحب النغنشة أصلا إحنا معنا 3 دقايق في سريع كده إيه النصيحة اللي ممكن تقدميها للعميل اللي بيجيله أي أوردر من مكان تاني بيجيله أوردر ولا هو لسه هيطلب أوردر هيطلب أوردر أو بيجيله أوردر يعمل إيه عشان ما يتخمش في المطلع سوق الأونلاين حاليا مليان جدا 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 والسيء فيه أكتر من الجيد أنا بنصح أي حد لما يدخل أي بيج ما يتسرع هو يطلب منها قبل ما يتأكد من مصدقية البيج عن طريق الريفيوهات بتاعة العملاء عن طريق كمية المتابعات على البيج لما يجيله المنتج يشوفه قبل ما يستلمه يعينه كويس قوي لو هو غير راضي عنه ما يستلمهوش يدفع بس مصاريف الشحن أيا كان المكان اللي هو جاي له منه أكيد من حقه أنه هو يرفض الأوردر لو هو مش مناسب لي سواء من المقاسات أو من الفينيش أو من الماتيريال طب ما عش برضو سؤال في المقاسات بتوفق إزاي المقاسات والله دايماً بيبقى عندنا طبعاً المصانع بتاعتنا بيبقى عندنا جداول متوافق الطول مع الوزن بيبقى متراوح بين مقاسي ومقاسي اللي فيها عامل ممكن يقولك وزن غير وزن والله أيا أنت لنستي نقطة جوهرية جداً أنه فعلاً في عمل كتير بيغلبونا في قصة حد مثلاً تقولك إيه أنا مقاسي إيه تقولك أنا عايزة الموديل دا أنا مقاسي زي المانيكان بالضبط طب زي الصورة بالضبط طب إنتي وزنك إيه لازم أعرف وزنك وطولك مفيش حاجة اسمها زي الصورة الصورة غير الواقع عبال ما بتوصلي بقى القضية إنها هتوزن نفسها وهتقيس الطول لا ما بتلاقيش مانيكان خالص أربعة إكسو حاجة كده غريبة يعني طبعاً أستاذة رونية إحنا بنشكرك على الحلقة الجميلة دي وبنتمنى لك يا رب كده مزيد من النتائج بتوصل طبعاً أستاذة رونية موجود على الشاشة موجود على الشاشة التواصل كده طبعاً في نهاية حلقتي أحب أشكر أستاذة رونية وبتمنى لها النجاح والتوفيق وفي النقطة أنا أحب أتكلم فيها الأول بكرة عيد الحب كل سنوة المطيبين وبجانب عيد الحب بكرة في إن شاء الله كرارات جاية من سيادة وزير التربية والتعليم بخصوص الامتحانات النقل أولى سنة وتانية سنة طبعاً أنا هنا من البرنامج بتاعي بطلب إن شاء الله تكون كرارات كويسة بتصب في مصلحة الطالب وليه الأمر إحنا عايزين نمتحن عايزين فعلاً نمتحن عايزين نقايم أولادنا لأن إحنا أصبحنا دلوقتي البيت بتاعنا أصبح مما ثابت المدرسة بنعلم بنعلم امتحانات بندي تقييمات فنتمنى بكرة إن شاء الله تكون قرارات سيادة الوزير تصب في مصلحتنا وفي مصلحة أوليها الأمور طبعاً إحنا بنشدد على الإجراءات الاحترازية اللي المفروض إن شاء الله تتحصل لو حصل إن فيه الطالب نزل بإذن ده المدرسة لازم يكون فيه إجراءات احترازية إحنا عايزين تقييم عايز الشامل في زل الظروف اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي في زل الظروف كورونا دي سنة استثنائية سيادة الوزير نتمنى النظر بعين الاعتبار للطالب وولي الأمر ولكم مني جزيرة شكراً والاحترام والتقدير أشكرك أستاذ رونية وأتمنى تكون حالة موفاء إن شاء الله بحضرتك أشكرك يا هند على المفتضافة الكريمة وأشكرك غروب العمل الحلو اللي إحنا كنا معاً النهاردة وتعبناهم جداً وراء الكاميرات ربنا يبارك ليكو دايماً مزيد من النجاح والتوفاق إن شاء الله ربنا خليك يا أستاذ رونية ربنا يسمعني كده ميت فرع بإذن الله شكراً بإذن الله إنتظرونا في حلقة جديدة من برناميكم أسرار حياة